أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين منوها بضرورة مواصلة العمل على تطويرها باستمرار على كافة المستويات بما يعزز أطر التعاون الثنائي والشراكة القائمة بين البلدين جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم سعادة السيد جاستن موزينج نائب وزير الخزانة الأمريكي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد جاستن سيبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وذلك على همش مشاركة معاليه في مؤتمر حوار المنامى 2019 والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وخلال اللقاء تم بحث آخر التطورات وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية كما تم التطرق إلى سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات المالية والاقتصادية كما تم مناقشة القضايا المشتركة التي تهم البلدين الصديقين على صعيد الاقتصاد العالمي إلى جانب مجمل التطورات الجارية تطورات الجارية